السلام عليكم و مشاركو ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم سنقدم لكم وصفة من اربع الوصفات الصيفية التي تجربوهم فطائر مقليين بطريقة رائعة جدا شوفوا الوصفة و شاركونا جميع تطبيقاتكم اضعوهم لي في انستجرام اضعوهم في جروبنا على الفيسبوك وروابط في صندوق الوصف و نقولوا بسم الله و نبدأ بالعجينة بالنسبة لهذه العجينة فيها ثلاث كسان فرينة ستعملوا اي كاس اضعتها تصليحة سنوش و نضيف سيئة حلوة يبقوا اختياريين سنضيف 3 كسان فرينة 4 مغارف كبار مع مرينة مليح و نضيف زيت و نضيف زيت و نضيف بالنسبة للمقادير يضيفون 10 حبيث من الحجم الكبير و انتم ترون و تحبوا الكمية تحبوا و نضيفوا نصف كما تحبوا بكة زيت مغرفة كبيرة الاخميرة مع مغرفة كبيرة للسكر وكي لا ينسى الملح يكون مغرفة صغيرة سوف نقوم ببسرع في الحليب الصخون سوف نقوم بشكل حليب فعله لحليب تكون طريح حتى تقوم ببسرع في قاعدة سوف نقوم ببسرع في البتخاء مدة خمس دقائق سوف تكون كافية بالنسبة للمغرفة الكبيرة للزبدة سوف نزيدها بعد أن نعجنه المستحسن سوف تكون بدرجة حرارة الغرفة سوف تدخل في العجينة سوف تدخل في العجينة بعد أن ندخل الزبدة سوف تدخل في العجينة سوف نقسمها لعجينة 10 قطع أحبت ندخل 10 قطع من الشكل الكبير كما رأيتم في أول فيديو وكما رأيتم في الصورة ثم تقدموا حبات صغيرة يعني يزق اسمهم 15 قطع ومشاء الله شكل كبير كانوا يبينوا صندويتشيز كبار ومشاهدة نحاول كل واحدة ندخلها على شكل كورية ونأكد لكم أن العجينة نقسمها لعجينة كوريات لنجعلها تخمر فنضعها في طرشونا نكمل كامل كمية نزيد الحبات بالفارينا نغطيهم بكيس بلاستيكي ونجعلهم يختمروا نحن نضع الوقت هذا هو الوقت الذي ندير فيه الحشو تقدروا حتى ان يصبح المكونات الحشو في الوقت الذي تخمر حتى تبدأوا تقليه مباشرة حتى لا تطولوا بس لأنه قدت لكم مع السخانة لأيضة أخمر كما كنت أخبرت كل من أجل الحشو يبقى دائما اختيار تقدروا تقوموا بأي شيء أنا وشترت بالفلفل بصفل الماييس تقدروا مصبرة وأيضا مجموعة من التوابل طريقة كيف أجدرت أول حاجة حطيت في مقلة زيت ونقلي حبة على البصل اللي كنت قطعته إلى مكعبات وأيضا حبسين على الفلفل الأحمر اللي كنت قطعته إلى مكعبات صغر نقليهم مليح بعد نميذ باللبصل مليح هو الفلفل نزيد نصف صدر دجاج كنت قطعته إلى شرائح نستطيع التقليل تقدروا الحمد أو حمد أو الحمد وكذلك لنبتلوا لحوم ونقليل من الوصفة ونجد بنات الوصفة ونقليل من العجينة كنت تقليل من الحشو بعد نقليل نقليل من الجيش حجم معجون طماطم ورايح نزيد كمية مليحة على التوابل حبيث اني يعني نتب الجاج مليح در تقريبا نفس الخلطة الخاصة بالشاورمة فيها ملح فلفل اسود كصبر فلفل احمر حلو وحار كوركم كمون زنجبيل كربية وايضا قرفة جميع المكوينة سحنكتبهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف ضغطوا فقط على عنوان الفيديو باشتوفوا عني التوابل بالتفصيل نحاول اني يعني زيد نقليه ومليح سنتقريبا كل شي تجمر اخر حاجة رح نزيد كمية مليحة على المعدنوس ورايح نزيد الماييس يعني حبيث انه الحشو تعيي يكون فيه بزاف اللبانة اللي بيها استعمل صفيفل احمر ايضا حبيث كمية مليحة على المعدنوس وذكر رح نحط الماييس مالوان بزاف هاي لا اصلا يعني شوفوا اللون الله يبارك ته الحشو مشاهي خلاص راهو جاهز من المستحسن تخلي وحتني برد شوية لكن بعدك نحطوه في العجينة عجينة بزاف سهل بكاعة وتوليت العجينة بعد ما اختب مرس وماشاء الله الحجم زح الضاعف هنا رح نحن دا جيب الحبا مدى نحل فيهم بالنسبة يعني للحبيث حول انكم تحلوهمش بزاف شوفوا عني كداش تحلوهم باش تبقى العجينة معكم ملحمة حسنا كنت كون بزاف رقيقة لكن كنت تقليوها رح جيب بزاف تقرمش وايضا جيب ميبسم جيب مش قطنية فالبها نحب ان نحن نحلوهم باش نبقى لي شوية ملحمة حطيز كمية مليحة على الحشو يعني الله يبارك دعون ج مش أخر Linked 4 نحن اختياري ما عندهش ومن بعد نق أكد عليكم مليح Если الخط hemisphere من الاسفل ونضع القليل فقط فارينا و لاشابلير لا يحبون مهم ان الحبات تكرم مليح نضع في الفارينا المرحلة صعبة و يزدي معكم وقت استعملوا عجينة غير برفق لان العجينة مع السخنة سوف يزيد تخمر كذلك الحبات يبارك خفاف و يختمروا فماذا بكم استعملوا معهم بكل حنية نضع كمية مليحة على شابلير و نكمل كمية الحبات ثم نقلي نضع كمية مليحة على الزيت في كاسرونة لنبدأ نقلي بالنسبة عن الكاسرونة سوف تكون صغيرة لنضع الزيت على الأقل غمق لنضع الزيت من كامل الجهات نضع الزيت من الملحة و كما شاء الله يبارك على ما تضعوا الحبات تبدأ طول تنفخ معكم حاولوا انكم تعسوها مليحة سوف تقلبوها على الجهتين حتى نتدي معكم لو من ذهبي بالنسبة للزيت في الأول خليوا حتى يسخنوا مليحة قبل ما تضعوا الحبات نقصواها لكي يدخلهم الداخل كما شاء الله الزيت من الملحة تحمروهم مليحة وايضا تقطروهم من الزيت والحاجة المليحة في هذه الوصفة كأن الحبات ليست مقليين والله يجيون ناشفين و بزيف بناء كأنه يدرسوهم في الفرن يعني الله يبارك لعجينا هذه الطريقة لا تخليش خلاص يعني الوصفة تشعب الزيت كما شاء الله يبارك كما شاء الله يبارك شاهدوا الحجم كما قلت لكم أن أحبيت الحجم الكبير لأنه يجيوك مصدويتش والحب الله يبارك تشبه فهذه وصفتنا لنهار اليوم ننصحكم أنكم تجربوها بين القرمشة والطراوة وشاركوني جميع طبيقاتكم